ما الذي يحتاجه الفكر الديني في مصر؟ أنا أتكلم على سبيل التحديد في بلدنا حالياً حتى يعني يخرج من هذه البوطاقة الضيقة جداً إطلاق الأفكار يعني أولاً نحن نحترم كل الاختلافات في الأراء وندع الأفكار تنطلق بين الناس بدون محاذير وبدون محظورات وبدون تهديدات وبدون تلويح بصدراء أديان وكل الناس بتجتهد في إطار الدين النواية دي بتاعت كل قلب ما ليش داعه دي بتاعت ربنا يعني لا أحد يعني يشغله قلب الآخر خلينا نشغل بفكره المطروح فالناس تقول وتنطلق إنما أنا أعتب على الجميع يعني بل ومفترض أنك مجتمع أحاسب كثيراً من الجميع دولة أنه هم لا يسمحوا بإدارة حوار حر حول كل الأفكار الدينية الموجودة في الشرع المصري بصرف النظر عن ميولة كنتل إيه أنت بتحول مشايخ وشيوخ إلى مقدسين ممنوع الاقتراب أو النقاش أنت بتحول أفكار إلى كأنها ثوابت دينية مع أنها أساساً يعني أمور متزلزلة في بدايات الإسلام مش جاء النهاردة كمان حد يناقشها وأنسفها نسفاً منسوفاً نسفاً في صدر الإسلام ومع ذلك مقدمة لنا واعتبارها ثوابت لابد من التمسك بيها وأي نقاش حولها واختلاف معها بمثابة المروق والخروج من الدين في جوج من الإرهاب الشديد على أصحاب القراءة والرؤى المقتلية من من؟ من الطيار الإسلام التقليدي من الطيار الإسلام التقليدي السلفي والإرهابي لأننا قادر أقول لحركة دكتورة دورية ما فيه لا يوجد إرهابي إلا وهو سلفي يعني بالضرورة كل إرهابي سلفي طبعاً ليس بالضرورة كل سلفي إرهابي لكن بالتأكيد كل إرهابي سلفي إذا فهمنا أن السلفية هي المحيط الواسع الآمن لإنتاج المتطرف والإرهابي يبقى نروح نناقش السلفية بقى ونعد نتحاور معها ونفكك فيها وناخد ونند معها بالزوء كده وبالدماثة وبالأدم وكل شيء لكن السلفية لا تريد أن تسمح لك بنقاش حول مفاهمها اللي هي إحنا وهم عارفين أنه ما فيش إرهابي إلا هو سلفي هيجي يقولك أصلاً طبعاً هو كده بقى الإرهابيين كل إرهابي مسلفة تقول ما فيه هو الإسلام والواد الإرهاب لا يا عزيزي الواد الإرهاب السلفية مش الإسلام يعني لا يوجد واحد على المذهب الحنفي شال سلاح وقت الحد فيك يا بلد أطلق لا يمكن واحد يقول أنا فهمي معتزلي شال خنجر وضرب بشجرة مش ضرب بيه بني آدم إذن اللي بيقول اللي بيرفع السلاح ويقتل واللي بيقول على الناس منهم كفر واللي عايز يفرض الخلافة الإسلامية من روجة نظره واللي بيقول أنا ممثل الإسلام والدين على الأرض ده السلفي طب خلينا ناقش السلفي بقى يعني فالتطار الدين التقليدي المسيطر عليه والمهيمن عليه من السلفيين فيه كافة النواحي والأرجاء يعني واللي محمي أيضاً بفكرة إنه هذا ما وجدنا عليه أبا أنا ما قالنا 40 سنة بيقول نفس الكلام فتصورنا أن هذا هو الدين هو اللي عامل الحماية والحصانة من مناقشة أي مفهوم ديني يفكك البنى السلفي اللي بيودي قطعاً للإرهام